تنطلق في 15 من ايار القادم فعاليات تمرين العسكري المشترك الاسد المتأهب 2016 والذي تنفذه القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي بالتعاون مع الجيش الامريكي بهدف رفع قدرات وجاهزية القوات المشاركة تفاصيل اوفا في التقرير التالي للسنة السادسة على التوالي تنطلق فعاليات التمرين العسكري الذي تنفذه القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي بالتعاون مع الجانب الامريكي التمرين العسكري الذي يهدف الى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة الاردنية والامريكية ستبدأ فعالياته يوم الخامس عشر من ايار المقبل وتستمر لتسعة ايام وستستخدم فيها مختلف صنوف الاسلحة البرية والبحرية والجوية والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في بيئة عمليات مشتركة وبما يرفع الكفاءة القتالية والدفاعية وادارة الازمات المختلفة في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية فعاليات التمرين سيتم تنفيذها فيما يدين التدريب التابعة للقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي وستشهد مشاركة واسعة للاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة بالاضافة الى المنظمات الحكومية وغير الحكومية وبمشاركة المركز الوطني للامن وادارة الازمات الاسد المتأهب تمرين اقيم العام الماضي بمشاركة عشرة الاف عسكري من عدة دول عربية بينها السعودية والعراق والامارات ولبنان والبحرين وعدد من الدول الاوروبية وتميزت فعالياته بالمقدرة على التعامل مع العمليات المدنية والعسكرية والدور الانساني وبما يزيد من كفاءة التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية المشاركة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية في حين اقيمت فعاليات التمرين للمرة الاولى بمشاركة ثمانية عشر دولة وخمسة عشر الف مشارك عسكري ومراقب وتضمنت تعامل مع حجمات كيميائية واختبرت خلاله عمليات نشر بطاريات صواريخ باتريوت الشراكة الاردنية في تمرين الاسد المتأهب والتي تأتي والدور الاردني الفعال في مكافحة خطر الارهاب هي تعبير عن الدور الحيوي للمملكة في حفظ الامن الدولي وحفظ امن واستقرار المنطقة والثقة العالية بمنتسب القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي وتأكيدا للدور الاردني الحاضر والفاعل في التصدي للجماعات الارهابية والفكر الخارجي المتطرف والذي يمارس ارهابه في عدد من الدول كسوريا والعراق وليبيا وبقية دول العالم